تعزز العرض الصحي لمدينة سيدي قاسم بمركز تصفية الكيلة بالمركز الاستشفائي الإقليمي باعتباره بنية تعد الأولى من نوعها على صعيد الإقليم ويندرج المشروع الذي دشنه عامل إقليم سيدي قاسم في إطار برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يروم تقديم خدمات طبية وفق المعايير والجودة المعمول بهما في هذا المجال لقد رأى هذا المركز النور بفضل مساهمة عدة شركاء منهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجتمع المدني والمجلس الإقليمي وكذا مندوبية وزارة الصحة وسيمكن هذا المرفق من تقليص آجال الانتظار في مجال التكفل بمرضى القصور الكلوي بالإقليم إذ أنه يدخل ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تجويد التكفل بالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة إن هذا المركز الجديد يستجيب لأهداف المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسيما البرنامج المخصص للتكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة وضمنهم الذين يعانون من القصور الكلوي وهو المرفق الوحيد من نوعه على صعيد الإقليم وستستفيد من خدمات المركز ساكنة تفوق الخمسمائة ألف نسمة وبلغت الكلفة الإجمالية للمركز أحد عشر مليون درهم ساهمت فيها المبادرة بخمسة ملايين درهم بالإضافة إلى الشراكة مع مجلس الإقليم والمندوبية الإقليمية للصحة وجمعية الحمد لمرض القصور الكلوي والأمراض المزمنة